اشتركوا في القناة كذلك متوازل أضلاع والمعين وشبه المنحل اتفقنا معا أن الشكل المستطيل هو عبارة عن شكل رباعي له أحسنتم أربعة أضلاع وكذلك له أربعة زوايا ما هي خصائص الشكل المستطيل التي تميزه عن بقية الأشكال؟ أن ماذا أحسنتم؟ كل ظلعين متقابلين لهم نفس المقياس متطابقان أيضا كل ظلعين متقابلين ما بهما؟ متوازيان وكذلك ما بهالزوايا أحسنتم تسعون درجة يشابه الشكل المربع بنفس الخصائص ما عدا أحسنتم أن جميع الأضلاع متطابقة أن جميع الأضلاع عفوا متطابقة أيضا تعرفنا على ماذا؟ على الشكل متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع أيضا ما بهما؟ أحسنتم كل ظلعين متقابلين متطابقان وكذلك متوازيان ولكن الزوايا ما بها؟ هل هي قائمة؟ لا ليست قائمة ولكن كل زاويتين متقابلتان ما بهما؟ كل زاويتين متقابلتان هم عبارة عن متطابقتان أيضا تعرفنا على المعين المعين اتفقنا بأنه يتفق مع المربع بماذا؟ جميع أضلاعه متطابقة وكل ظلعين متقابلان متوازيان ولكن الزوايا تشابه من؟ تشابه متوازي الأضلاع أيضا تعرفنا على شبه المنحرف واتفقنا أن له خاصية واحدة فقط إن له فقط ظلعين متوازيان هما متقابلان هذه هي الأشكال الرباعية أيضا اتفقنا بأنه مجموع زوايا الشكل الرباعي 360 درجة أحسنتم اليوم بإذن الله سنتعرف على درس جديد في الفصل التاسع أيضا الدرس هو خطة حل المسألة سنتعرف اليوم ممتازين استعمال خطة الرسم سنتعلم اليوم خطة الرسم انظروا إلى صفحة صفحة 161 هيا لنفتح الكتاب على صفحة 161 خطة حل المسألة تعرفتم على عدة خطط منها أحسنتم برسم قائمة أيضا البحث عن نمط أيضا مسألة أبسط إذن أحسنتم إذن عندي مجموعة من خطة حل المسألة اليوم فقط سنتعرف على خطة الرسم جميعنا مستعدون الجميع مستعد ما هي خطوات حل المسألة ما هي خطوات حل المسألة إحنا اتفقنا سابقا بأن كل مسألة لها أربعة خطوات للحل الخطوة الأولى هي ماذا أحسنتم نفهم كيف أفهم المسألة إذن أعرف ما يوجد فيها من معطيات وما مطلوب لدي هل المعطيات المعطى أحتاجها جميعاً أم لا هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية سأبحث الآن عن الطريقة كيف يمكن حل هذه المسألة هل هي باستخدام الجداول أو القائمة المنظمة أو باستخدام الرسم إذن الخطوة الثانية هي التخطيط ونقرر طريقة الحل بعدها نبدأ بحل المسألة بعدها نبدأ بحل المسألة الخطوة الأخيرة إذن نحن رياضيات إذن لابد من التحقق من خطواتي التحقق من حلي هل هو صحيح أم لا إذن هذه هي الخطوات الأربعة لحل أي مسألة سواء كانت بالرسم أم بشكل آخر إذن فكرة درسنا أحل المسألة باستعمال خطة الرسم أحل المسألة في استعمال خطة الرسم انظروا إلى المثال الأول ياسر أريد أن أدعو أصدقائي إلى حفلة سأقيمها لذا سأدعو كل من محمد وخالد إلى الحفلة وسأطلب إلى كل منهما أن يدعو صديقين آخرين وهكذا ما هي مهمتنا الآن؟ مهمتنا إذن حدد هنا رسم مخطط رسم مخطط لماذا نرسم هذا المخطط؟ لإيجاد عدد المدعوين إلى الحفلة بعد كم مرحلة؟ ثلاثة مراحل علما بأن كل واحد من المدعوين ماذا؟ سيدعو شخصين آخرين إذن انظروا الآن انظروا انظروا الآن إلى المسألة ما هي المعطيات الموجودة؟ وما المطلوب مني؟ ما هي المعطيات؟ وما المطلوب منها؟ أن نفعل اتفقنا معا إن حل المسألة ستكون؟ أحسنتم أربع خطوات الخطوة الأولى ماذا ستفعل هنا؟ إذن نريد أن نحدد ماذا؟ المعطيات ما هو المعطى الأول؟ ياسر لديه حفلة؟ وسيدعو من؟ سيدعو من؟ سيدعو أصدقاؤه من هما؟ محمد وكذلك خالد إذن ياسر سيدعو محمداً وخالد الحفلة بعدها كل من محمد وخالد سيدعوان صديقان محمد سيدعوه صديقين وخالد سيدعوه صديقين وهكذا متى سنتوقف؟ سنتوقف بعد ثلاثة مراحل إذن المطلوب إذن المطلوب أنه بعد ثلاثة مراحل ما عدد المدعوون؟ ما عدد المدعوون؟ إذن المطلوب أوجد المدعوين في الحفلة جميعاً متى؟ بعد ثلاثة مراحل أخطة كيف سيكون حلنا؟ هو حدد لنا رسم المخطط إذن هنا حدد لنا رسم المخطط بعدها سننتقل إلى ماذا؟ إلى الحل هيا أحبتي كيف سيكون حلنا اليوم؟ كيف سيكون حلنا اليوم؟ سنرسم أحسنتم سنرسم ياسر سيدعو من؟ ياسر سيدعو من؟ سيدعو صديقه محمد وخالد محمد وخالد محمد سيدعو من؟ أيضاً سيدعو صديقين سيدعو صديقين الصديق الأول ليكون رقمه واحد لا نعرف اسم الصديق الأول الصديق الثاني ليكون رقمه اثنان أيضاً خالد هنا سيدعو صديقين الأول لا أعرف اسمه ولكن سنعطيه الرقم واحد وخالد سيدعو صديقاً آخر سنعطيه الرقم اثنان إذن المرحلة الأولى كان محمد وخالد هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية محمد وخالد دعوا كل منهما صديقين إذن هذه هي المرحلة الثالثة هل نتوقف؟ هو يريد ماذا؟ ثلاثة مراحل إذن الصديق الأول سيدعو صديقين واحد واثنان الصديق الثاني أيضاً سيدعو صديقين واحد واثنان أيضاً خالد لدينا صديق الأول سيدعو صديقين واحد واثنان والصديق الآخر أيضاً سيدعو صديقين هذه هي المرحلة رقم ثلاثة هل نتوقف؟ أحسنتم نتوقف الآن دعونا دعونا نعرف كم عدد المدعوين هل ياسر من المدعوين؟ لا إذن ياسر هو صاحب الحفلة انظروا هنا محمد خالد اثنان الصديق الأول ثلاثة أربعة خمسة ستة نكمل سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن كم المجموع لدينا؟ إذن المدعوين هما أربعة عشر صديق أربعة عشر صديق أو مدعو إذن بالرسم عرفنا أو أوجدنا عدد المدعوين وهو المطلوب أرأيتم؟ أرأيتم؟ إذن ياسر سيدعو ماذا؟ محمد وخالد محمد وخالد هي المرحلة الأولى بعدها محمد تيدعو صديقين وكذلك خالد الصديق الأول لمحمد تيدعو صديقين والصديق الثاني لمحمد تيدعو صديقين والصديق الأول لخالد تيدعو صديقين والصديق الثاني لخالد أيضا سيدعو صديقين وهي المرحلة الثالثة لنحسب عدد المدعوين نجدهم 14 شخصاً 14 صديق أو 14 شخصاً أو مدعو إذن هذه هي طريقة الرسم كيف أتحقق؟ أتحقق بأنني أعود إلى الرسم وأنظر هل جميع المدعوين أنا رسمتهم أم لا؟ هل خطواتي صحيحة في الرسم؟ أم لا؟ لنتأكد ياسر دعا صديقين محمد وخالد محمد دعا صديقين محمد دعا صديقين كذلك خالد دعا صديقين ثم ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ هي حسبنا عدد المدعوين في كل مرحلة بعدها أصبح ناتج ماذا؟ إذن كان عددهم 14 إذن كان لدينا 14 مدعوين إذن بهكذا تحققنا من أن حلنا صحيح صحيح السؤال ماذا لو كانت في الحفلة أربعة مراحل؟ أربعة مراحل وليس ثلاثة ماذا سنفعل؟ أحسبتم سنكمل كل شخصنا سيدعو ماذا؟ شخصين كل شخص سيدعو شخصين لننتقل الآن إلى فقرة أربعة صفحة 162 لننتقل إلى صفحة أربعة صفحة 162 اقرأوا اقرأوا بصوت عالي اقرأوا أحسنتم يرغب سليمان في أن يزرع شجيرات أزهر أين سيزرحها؟ على حدود الخارجية لحديقة الحديقة ما بها؟ مربعة الشكل فإذا أراد زرع ثمان شجيرات على كل جانب كم جانب لدينا؟ أحسنتم أربعة جوان فما الحد الأدنى ما الحد الأدنى لعدد الشجيرات التي عليه زراعة؟ يرغب هنا الحد الأدنى لعدد الشجيرات إذن أول خطوة ماذا؟ سنفهم المعطيات والمطلوب ما هي المعطيات؟ سليمان يريد أن يزرع شجيرات أزهر على الحدود الخارجية حدود الخارجية لماذا؟ حديقة مربعة الشكل إذن لننتبه مربعة الشكل سليمان يريد أن يزرع على كل جانب ثمان شجيرات كل جانب سيزرع ثمان شجيرات إحنا اتفقنا أن الشكل المربع ما به؟ أحسنتم جميع أضلاعهم متطابقة ما هو المطلوب؟ الحد الأدنى لعدد الشجيرات الحد الأدنى لعدد الشجيرات إذن المعطيات كما اتفقنا الشرط شجيرات سيزرعها على كل جانب المطلوب الحد الأدنى لعدد الشجيرات الأزهار التي سيزرعها سليمان أفضل طريقة لديكم طرق عديدة للحل ولكن هنا سنختار بابا سنختار الرسم إذن سنرسم مخطط أو صورة للمسألة اتفقنا الآن الشكل ماذا؟ الشكل عبارة عن ماذا؟ الشكل مربع إذن هذه الحديقة المربعة سليمان سيزرع شجيرات كم عددها؟ كم عددها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانة إذن لدينا ثمان شجيرات في المربع الأول أو الحد الأول بعدها سيكمل سليمان هنا لدينا شجرة هو يريد الحد الأدنى إذن لدينا هنا شجرة مشتركة سيكمل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية إذن أصبحت ثمانية لدينا هنا شجرة على الزاوية سيكمل سيحسبها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ستكون على الزاوية أيضاً سيكمل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لنحسب الأعداد عندي هنا لنحسبها الرسم غير واضح؟ أنتم تعرفون ترسمون أفضل مني انظروا شجرة الأولى أو الزهرة الأولى الزهرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة انتهى الحد الأول سيكمل سليمان الآن سيحسب شجرة الأخيرة هي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة إذن سيتوقف في هذا الحد سيكمل الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة ثمان شجيرات سيكمل الأولى هي الشجرة المشتركة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة وستكون هنا الثالثة الآن الآن لنحسب عدد الشجيرات حسبوها معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر هيا لنكمن ثمانية عشر تسعة عشر عشرون هيا استمروا اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون شجرات إن ثمانية وعشرون زهرة لدينا ثمانية وعشرون هو الحد الأدنى ماذا لو لم يطلب مني الحد الأدنى ماذا لو لم يطلب مني الحد الأدنى سيكون في كل ضلع ثماني أحسنتم سيصبح لدينا 32 لكن هنا طلب مني الحاد الأد نرجع الآن للرسم ونتأكد نرجع للرسم ونتأكد من حلنا ما رأيكم؟ هل الحل سهل؟ جداً بسيط إذن بالرسم هنا استفدنا من حساب عدد الشجيرات هل كتبتم؟ هيا أحبائي هل كتبتم الحل؟ إذن لابد من الحل بالخطوات الأربعة هل انتهيتم؟ أحسنتم أحسنتم انظروا الآن إلى تدريب الأنماط تدريب الأنماط أرسم الشكلين التاليين في النمط أدنى أرسم الشكلين التاليين في النمط أدنى ماذا ترون في الصورة الأولى؟ ماذا ترون في الصورة الأولى؟ إذن هنا يريد فقط رسم الأنماط لا يريد خطوات الحل أحسنتم لدينا شكل مستطيل وأيضا معين إذن لدينا الشكل مستطيل ولدينا الشكل المعين انظروا إلى الشكل الآخر انظروا إلى الشكل الآخر ماذا ترون؟ ماذا ترون بالشكل الآخر؟ أيضا مستطيل ومعين ثم مستطيل إذن مستطيل ومعين ثم مستطيل معين مستطيل هذا هو الشكل الثاني الشكل الثالث ماذا؟ ماذا في الشكل الثالث؟ مستطيل معين مستطيل معين إذن في كل شكل مرة يزيد لدينا مستطيل ومرة يزيد لدينا أو يضيف إلينا شكل معين انظروا الآن إلى رقم أربعة انظروا الآن إلى الشكل أربعة مستطيل معين مستطيل معين مستطيل الشكل الخمسة ماذا سيكون لدينا؟ هي اللي نرسم سيكون لدينا مستطيل ثم معين مستطيل ثم معين أفضل ثم معين ثم مستطيل ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هي مستطيل معين مستطيل معين مستطيل الآن سنضيف ماذا؟ سنضيف المعين إذن أضفنا هنا مجرد الشكل المعين هذا في الشكل الخامس الآن نريد الشكل رقم ستة أيضاً سيكون ماذا؟ مستطيل معين مستطيل معين مستطيل معين ثم ماذا يزيد؟ يزيد لدينا ماذا؟ أحسنتم سيزيد لدينا المستطيل إذن هذا هو الشكل الخامس والشكل السادس أنظروا هذا الشكل الرابع وهنا الشكل الخامس إذن الشكل الرابع والشكل الخامس وهو المطلوب إذن أحبتي تعلمنا اليوم خطوات حل المسألة بالرسم اتفقنا أن لدينا أربعة خطوات الخطوة الأولى أفهم الخطوة الثانية أخطط الخطوة الثالثة أحل والخطوة الأخيرة هي أتحقق من حل أشكركم أحبتي على الدرس أشكركم أحبتي على الانتباه وأستودعكم الله وأتمنى وأتمنى لكم أحبتي أن تكونوا استمتعتم معنا في هذا الدرس أن تكونوا استمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر